بالعودة إلى التطورات في تركيا ينظم لنا من اسطنبول مفادو العربي عمار الهندي عمار أهلا بك معنا أبدأ معك بما وردك من تفاصيل ما التطورات من عندك إن كان رشح أي شيء المهم ما حدث ليلة أمس ريم والإعلان عن كشف خلية إيرانية جديدة مكلفة بخطف معارضين إيرانيين على الأراضي التركية عدد الذين اعتقلوا من قبل السلطات التركية 14 شخصا 12 أتراك و2 إيرانيين وفي تفاصيل هذه القصة هي قصة يعني معقدة جدا وفيها تفاصيل كثيرة بأن شخص تركي اسمه إحسان سقلام يعمل ولديه شركة دفاعية كان يعمل معه شخص إيراني اسمه مرتضى سنجاري اتفقا مع خلية استخباراتية إيرانية على الأراضي التركية يرأسها سيد مهدي حسيني وعلي حاجي أباد واتفقوا الإيرانيين مع هذه الخلية بأن تقوم بخطف المعارضين الإيرانيين على الأراضي التركية وتهريبهم عبر الحدود إلى إيران هم مطلوبين هؤلاء هذه القامة مطلوبة لطهران وهم بالفعل نفذوا ثلاث عمليات واحدة منها نجحت واستهدفت يعني يعقوب حافظ وهو عقيد في القوات الأمنية الإيرانية كان موجود هنا ما حدث بأن سيجلام ومرتضى قاموا بالتعرف عليه وأقنعوه بأنه مستهدف من المخابرات الإيرانية وقالوا له بأنهم لديهم قدرة وخطة محكمة بأن يهربوه إلى العراق ومن ثم إلى دولة الدولة طيب عمار سأعود لك إلى تفاصيل هذه الحادثة وهذه العملية وعمليات أخرى بقت لدقيقة لو سمحت لي كنت معني الحديث عن عملية أخرى وكشف استخبارات آخر عمليتين في أقل من أسبوع هل ترحص تفهمات في الداخل التركي؟ يعني هذا يمكن تلخيصه بأن هناك معركة استخباراتية شرسة تدور بين أنقرة وطهران عنوانها الأبرز بأن خلايا كثيرة تعمل هنا لصالح الإيرانيين إما للاغتيالات أو الخطف كنت تحدثت إلى معارضين إيرانيين خلال الساعات الماضية هناك رعب كبير من هذه القصة من قصة الإختطافات لأن لديهم أساليب كثيرة لديهم أساليب غير طبيعية على سبيل المثال هم يعملون بالمال أحد المطلوبين وضعوا على رأسه مليون دولار ورمز له أم آر وكان الخطة كانت بنقله أقنعوه أنهم يستطيعون نقله إلى الولايات المتحدة سأعود لك في نشرات قادمة أعلم بأن لديك المزيد من المعلومات أود شكرك جزيل أشكر عمر الهندي مفاد العربية